شهدت الحديقة الدولية بمحافظة دمياط إقبالا كبيرا من المواطنين خلال ثالث أيام عيد الأطحى المبارك واسادت أجواء من الفرحة والبهجة في حضائق دمياط احتفالا بالعيد حيث فضل جزء كبير من المواطنين اللجوء إلى الحديقة هربا من حرارة التقس ذلك للاستمتاع بالمساحات الخضراء والألعاب الترفيهية المخصصة للأطفال الحديقة هنا كويسة وممتازة فيها خدمات كويسة فيها أمان نظافة نحن كل عيد بنيجي هنا وأهلي وصحابي عشان ننبسط يعني ونخرج في الحديقة وبصراح الحديقة جميلة جدا ونضيفة وهي موجودة أصلا وسط البلد يعني قريبا من ناس كتير جدا فالناس كلها أصلا بتجيدي انبسط هنا كل عيد المكان حلو جدا والحقيقة الولاد بيستمتعوا باللعب هنا وبتبقى أخرجها حلوة جدا لأن الولاد بيلعبوا وبيجروا والحديقة طبعا قريبة من البيوت ومن الناس وموقع حلو جدا المكان الجد حلو فيه ألعب للأطفال اللي عايز يلعب وممكن تلعبوا براحة كوينا المكان واسع وكبير وساعد بيعملوا هنا حفلات حلوة الحديقة هنا تعتبر زي معلم أسري كده في دوميات لازم في العيد حاجة أساسية لازم نخرج وننجي الحديقة حتى لو بعدها هنروح أماكن تانية بس دي حاجة أساسية في العيد